بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافل الذنب وقابل التوب شديد عقاب في الطاول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهما في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليضحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمات ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعما وانفظ للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذابا جحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن من التي وعدتهم ومن صبح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقص الله أكبر من مقصكم أنفسكم أنفسكم إذا تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فعصرفنا بذنوب لا وفهل لا خموش من سبيل ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العليم كبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماواء رزقاه وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاقي يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار آل يوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم العزفة إذ القلوب لد الحنى وجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع اعلموا خائنة العين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين تدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الرضي فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد من قوة وآثارا في الرضي فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله بواقب ذلك بأنه كانت ساتيه رسل من البينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد عقاب ولقد رسلناه موسى بآياتنا وسلطان مبين للا فرعون وهامان وقالون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معهم واستحيوا نساءهم وما كيدوا الكافين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقسل موسى وليدعوا ربه إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يضر في رضي فساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل من أمنا لفرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجل لن يقول ربي الله وقد جاءكم وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكوا كاذبا فعليه كذبه وإن يكوا صادقا يصبكم بعض الذي يعذكم إن الله لا يديه من ومسرف كذب يا قوم لكم الملك يوم الظاهرين في رضي فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أذيكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم لي أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل أبي قوم نوح وعاد وتمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التنادي يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيْنَاتِ فَمَا سِلْتُمَ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى حَتَّا إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانِ لَتَاهُمْ كَابُرَ مَقْسَلْ عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ وقال فرعون يا هامان ابني لي صحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك سكين لفرعون سوء عمله وصدع للسبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أدكوا سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر لهنتا وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحابنا فاستذكرون ما أقول لكم وأوفوضوا أمري إلى الله إن الله بصير بعباد فوقاه الله سيئات ما بكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الدعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكتبعا فهلنتم مغنون عنا مصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوم أن من العذاب قالوا أولم تكتاتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ظلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم لشهاد يوم لا ينفع الصالمين معذرتهم وله ملنة وله سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرا وعلي أولينا البواب فاصبرن ودى الله حق واصفر لذنبك وسبح لحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغيس طالنتاهم إن في صدورهم إن في صدورهم إلا كبروا ما هم ببالغيه فاسعد بالله إنه هو السميع البصير لا خلق السماوات ورض أكبر من خلق الناس ولكن أثر الناس لا يعلمون وما يستوي لما والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما يتذكرون إن الساعة لآسية لا غب فيها ولكن أثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادته سيدخلون جهنم داخلين الله الذي شعر لكم الليل لتسكنوا فيه والنار مبصرا إن الله لذوء فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا توفكون كذلك يوفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قول إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب عالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرهم فإنما يقول له كن فيكون ألا ترى إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون فسوف يعلمون إذ الغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغين الحق وبما كنتم تمرحون فأدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبيس مثوى المتكبرين فأصبرن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين عدوهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد رسلنا رسلا من قرنك من من قصصنا عليك ومن من لم نقصص عليك وما كان لرسولنا ياتي بآية الله بإذن الله فإذا جاء الله قضي بالحق وخسر هنالك المطلون الله الذي جعل لكم العام لتركبوا منها ومنها تاكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفا ليسيروا في الرضي فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الرضي فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءت رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا بمشركين فلم يكن ينفعه إيمانه لما وأغنى سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هناك الكافرون longer ثد اشتركوا في القناة شكرا